بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وآلاف التحية وآلاف السلام على محمد خير الأنام وأصحابه وأهل بيته الأطيبين الطاهرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكم في بداية هذه الحلقة سنطل معكم من خلال حلقتنا هذه على وصية باقر العترة لصاحبه ومن اتمنه على هذه الوصية جابر ابن يزيد الجعفي فابقوا معنا وتابعوا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في بداية هذه الحلقة من برنامجنا وبرنامجكم وصايا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحية طيبة لكم في بداية هذه الحلقة وتحية طيبة لضيفنا وأستاذنا الفاضل الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ محمود سرائب الذي شرفنا وحقيقة نشكره على هذه الاختيارات الطيبة وهذا الموضوع الرائع عسى أن يتقبل الله مننا هذا العمل القليل تحية طيبة لكم سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إطلالة مختصرة على الوصية وتذكير بما تحتويه هذه الوصية ندخل إلى موضوع الظلم إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين طبعا موضوع الوصايا كما أشارنا في الحلقة السابقة موضوع حساس ومهم جدا وبالأخص عندما تكون الوصايا من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن أهل البيت فهذه الوصايا تكتسب بعد آخر لأنها تصدر من شخصية معصومة إذا أردت أن تقول تجارب هذه الشخصية فهي في أعلى الدرجات إذا أردت أن تتحدث عن أخلاق هذه الشخصية فهي في أعلى الدرجات عن معارفه عن معارفه مكنوناته حتى بغض النظر قلت أنا في الحلقة السابقة بغض النظر عن نظرية العصمة التي نؤمن بها نحن الإمامية فإن الإمام الباقر شخص مجمع على جلالته وقدره ومعرفته وروحيته وكل هذه الأمور ففعلا نحن نقول هذه وصية لكل المسلمين بل لكل الناس يعني للمسلم ولغير المسلم لأن هناك بعض الوصايا نعم تنفع لكل ماذا لكل الشرائح المجتمعية في وصية الإمام الباقر لشخص كجابر وتكلمنا عن جابر وأنه من أصحاب أسرار أمة أهل البيت من أصحاب أسرار الصادقين عليهم السلام كما عبر العلامة المجلسي إطلالها مختصرة على هذه الوصية يعني بمقاطع موضوعية إذا بدنا نقطع الوصية إذا صح التعبير ونعمل له شيء من العنوين الموضوعية إذا صح التعبير يعني نفسر تفسير موضوعي تفسير موضوعي إذا صح بهذا الشكل وكل موضوع نضيء على بعض جوانبه بالمقطع الأول كان عم يتحدث الإمام عن علاقة الشخصية علاقة المؤمن بالدنيا بنفس الدنيا وكان العنوان الأساس هو الزهد في الدنيا أن يكون إنسان زاهد في الدنيا إن حضرت لم تعرف وإن غبت لم تفتقد وإن شهدت لم تشاور وإن قلت لم يقبل قولك وإن خطبت لم تزوج يعني هذه التعبيرات هي تعبيرات ليست أن تقوم أنت بذلك إنما هي تعبير عن أن هؤلاء أصلا تركوا الدنيا تركوا عالم الدنيا وتعلقوا بماذا بالله أفنوا أنفسهم أمام الوجود الإلهي الكبير بالضبط وهذا أمر مهم جدا في علاقة الإنسان مع الدنيا العنوان اللي ورد فيه رواياتي النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وأهل البيت هو عنوان الزهد في الدنيا وهذا عنوان عظيم ويحتاج إلى شرح علاقة المؤمن بالآخرين خصوصا ردت فعلك يعني إذا فلان فعل معك كذا ماذا تفعل فالإمام طرح خمس عنوين خمس وصايا إن شاء الله سنتوقف عندهم منها إن ظلمت فلا تظلم إن ظلمت فلا تظلم وإن خانوك فلا تخن وإن كذبت فلا تغضب والرابعة وإن مدحت فلا تفرح وإن ظلمت فلا تجزع أولي كمان وصايا مهمين في علاقتك مع الآخر في حال قام الآخر ماذا بهذه الأمور أردف الإمام الوصية بضرورة التفكر بالنفس وخوف على عيوب ماذا عيوب النفس وهذا أمر مهم جدا جدا في الأصلحة أنا كيف أصلح نفسي إذا أنا غير ملتفت إلى أمراضي غير ملتفت إلى عيوبي يعني أنا معتقد نفسي كامل يعني بحد ما فلن أصلح فإذا نلتفت إلى عيوب نفسي هذا أمر بغاية ماذا بغاية الأهمية في مقطعا ثالث كيف نصل إلى رضا الإمام هذا مهم جدا لأن رضا الإمام هو رضا ماذا هو رضا الرسول صلى الله عليه وسلم ورضا الرسول هو رضا الله سبحانه وتعالى يعني رضا أهل البيت هو رضا الله لذلك المرتبة العظيمة التي حازتها السيدة الزهراء عليه السلام أن فاطمة يرضى الله ماذا لرضاها لرضاها وهذه ليست مرتبة عادية يغضب لغضبها يعني غضب فاطمة عليه السلام ورضا فاطمة عليه السلام هو محور أساس في العلاقة مع من في العلاقة مع الله عز وجل هذا أمر مهم وإن شاء الله سنتحدث عنه بالتفصيل يعني كيف تكون علاقتنا مع الإمام المعصوم عليه السلام في مقطع رابع طبعا الوصية ليست مقسمة مقطع أول وثاني نحن نحاول أن نطرحها بعناوين بهذا الشكل القرآن الكريم هو الميزان يعني الميزان والأساس في تقييم النفسي والأعمال هو القرآن ولكن أعرض نفسك على ما في كتاب الله يقول له الإجابة فأن كنت سالكا في سبيله زاهدا في تزهيده راغبا في ترغيبي إلى آخره عنوان الخامس مجاهدة النفس مجاهدة وهذا أمر مهم اطلع على العيوب اطلع على عيوب نفسك اجعل القرآن الكريم هو ميزان لأعمالك ثم جاهد هذه النفس المقطع السابع أن تكون شكور الشكر وهذا مقطع مهم جدا في العلاقة مع الله في العلاقة مع النعم وقليل من عبادة يا شكر بالضبط وهذه مسألة وأن يوصف كل الأنبياء بمرتبة عظيمة يا مرتبة ماذا؟ الشكر وادفع عن نفسك يقول لجابر عفوا يا جابر استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا إلى الشكر واستقلل من نفسك كثير الطاعة لله إزراءا على النفس وتعرضا للعفو إن شاء الله سنقف عند هذا المقطع التفصيلي استثمر ما عندك شوف طاقاتك شوف ما عندك استثمره يقول له وادفع عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلم يعني استخدم ماذا؟ علمك استخدم عملك انتبه إلى الإخلاص في العمل هذه عنوين مهمة المقطع الثامن هو مهم جدا العمل الخالص الإمام سلام الله عليه المنظومة الإسلامية لا تريد مننا عمل كيفما كان إنما تريد مننا أن يكون هذا العمل ماذا؟ عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى وطبعا أنت تستطيع أن تقوم بعمل خالص أما نتيجة هذا العمل فيبيد من؟ فيبيد الله عز وجل الزهراء صلوات الله عليه صلوات الله عليه تعبير جميل جدا إذا صح قولي أن أقول أن هذا التعبير يشكل فهم للحياة فلسفة للحياة الزهراء عليه السلام تقول من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله إلي أفضل مصلحته أنا مطلوب مني أن أقوم بعمل ماذا؟ خالص بعبادة ماذا؟ بعبادة خالصة هو يتحقق الهدف الأساسي من الخلقة العبودية العبودية المخلصة يعني أنا لا يكفي أن أصلي أنا قد أصلي ولكن صلاتي لا تكون خالصة لله قد أصوم أصلي بخلوص نية لله سبحانه وتعالى فأرفع له عملي خالصا فيهبط إلي ماذا؟ أفضل مصلحتي أما ما هي أفضل مصلحتي؟ ما هي أفضل مصلحتي؟ ما هي أفضل مصلحتي؟ قد تكون في هذا البلد في بلد آخر قد تكون في الغنى قد تكون في الفقر هذه المصلحة يهبطها الله؟ عز وجل من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله إليه أفضل مصلحتي كلام عظيم من السيدة الزهراء فإذن العمل الخالص العمل الخالص في مقطع تاسع حسب التقسيم الذي أنا قسمت للوصية القناعة القناعة كثير من مشاكلنا الآن البيتية الزوجية الاجتماعية تكون عدم ماذا؟ عدم القناعة القناعة كيف نكون قنعين؟ كيف يكون إنسان قنوع؟ وهذا في وصية الإمام وأنزل ساحة القناعة باتقاء الحرص وادفع عظيم الحرصي بإيثار القناعة واستجلب حلاوة الزهادة بقصر العجيب التعبيرات ليس فقط الفكرة الصياغة هذه الصياغة المحكمة العظيمة هذا البيت العظيم بيت أمير المؤمنين وهذه الحبكة بين المفردات أن هذا يتوقف على هذا وهذا متوقفون على هذا مشكلة أن تكون في حلقات حلقة أولى وثانية وإذا نظرت إلى الوصية تجد أنك أمام نسيج غير اعتيادي نسج يعني إذا صح التعبير غير اعتيادي المقطع العاشر العجب هذا خطير الإنسان عندما يعجب بنفسه خلاص انقطعت الأمور إياك والإعجاب بنفسك أمير المؤمنين يقول للمان المشتبة وثقة بما يعجبك منها وحب الإطراء فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما كان من إحسان المحسنين المحق المحق يعني إزالت حتى الآثار يعني كانوا ما يبعد إليك أي عمل بسبب ماذا؟ العجب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ هباء من فرص هذه واحدة من المصادق في شيء مهم توقفت عنده في الوصية إن شاء الله نقف عنده هي كيف نعالج الاضطرابات الروحية والجسدية الروحية والجسدية الإمام يقول لنا هناك طرق لهذه المعالجة ويصيه بهذه المسألة وبالمقطع الثاني عشر رقة القلب هذه مسألة قد مش ملتفتين إلى نحن أكلك تصرفاتك بعض أعمالك حضورك في المسجد حضورك للمجلس دخولك إلى بيوت الله دخولك إلى مقامات المعصومين قراءة القرآن التصدق الحمو على الأيتام قصدك للقرب قصدك للقرب من الله كل هذا مرتبط برقة ماذا؟ لأنه في القرآن عندي غلظة قلب ورقة ماذا؟ ورقة قلب هذا مقطع المقطع الثالث كيف أكون خائف وراجي صادق؟ الثالث عشر الثالث عشر عفوا نعم الثالث بعد العشر بعد العشر فهو الخوف والرجاء المقطع الرابع عشر من هم المحبوبون عند الله؟ عطى الإمام قواعد أنت تريد أن تكون محبوب عند الله فتزين بالصدق في الأعمال إن شاء الله سنقف عند هذا المقطع المقطع الخامس عشر يتحدث الإمام عن الحذر من التسويف من الغفلة والتواني يعني إياك والتسويف ليش إياك والتسويف؟ لأنه أخطر شيء في علاقتي مع الدنيا الله سبحانه وتعالى مع هذا العالم أنك تسوف طيب تسوف أنت كم سنة حتعيش؟ نعم قديش علاقة؟ سأترك هذا لبعد فيما بعد إن شاء الله أصلي فيما بعد أقضي فيما بعد أفعل فيما بعد كذا الدنيا ليست بهذا الشكل الدنيا غدارة وبأي لحظة الإنسان قد ماذا؟ قد يفقد وما تدري نفسه بأي أبدا تموت يعني الآن مثلا في هذا البلاء البلاء الكورونا الذي نعيش فيه كم من الأحبة نحن فقدناه بشكل مفاجئ؟ صحيح يعني أصلا أناس مش متوقع أنت أن يكون ماذا؟ صحيح وتقول هذا ممكن يبقى يعيش له مئة سنة بعد صحيح فجأة شاب وفقد بهذا الداء أجارنا الله وإياكم أجارنا الله جميعا إن شاء الله سمحت شخص نترك إن شاء الله باقي الكلام لما بعد الفاصل إن شاء الله وعذرا للمقاطعات الكثيرة والمتصلة مشاهدين الكرام أحبابنا أعزائنا ابقوا معنا وتابعونا بعد هذا القاتل تحية طيبة لكم من جديد مشاهدين الكرام تحية طيبة مليئة بالمعاني الرائعة التي تركت في هذا السفر الذي تركه الإمام الباقر صلى الله وسلامه عليه مع جابر بن يزيد الجعفي وهذه الوصية التي هي محور كلامنا لهذه الحلقات وهذه المجموعة من الحلقات مع ضيفنا العزيز وأستاذنا الفاضل الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ محمود سرائب تحية طيبة لكم من جديد سماحة الشيخ قاطعتكم حتى إن شاء الله حب ذا لو تكملون حتى ندخل إلى موضوع الظلم أنا كان فيك فقط نقطة يعني وأريد أن أوضح للمشاهدين العزاء أن هذا التقطيع للوصية ليس كل الوصية يعني هو بعض العنوين في المقطع الأخير أنا اللي هو بحسب التقطيع الوصية السادس عشر حلاوة المناجت إمام يعطينا لأن بعض الأحيان الإنسان لقصاوة القلب لأمور يقوم بها ملتفت أو غير ملتفت تذهب من قلبه ماذا حلاوة المناجت طبعا هذه ببعض الروايات جزء من العقاب يعني الله سبحانه وتعالى قد يعاقب بعض الناس بأنه يسلبه حلاوة ماذا حلاوة المناجت نتيجة التي أريد أن أصل إليها الأهداف أو الهدف الرئيس من هذه الوصية حتى يتضح للإخوة والأخوات أهمية ماذا هذه الوصية العظيمة الهدف من هذه الوصية هو أن الإمام حدد من خلالها من خلال بعض الفقرات التي سنقذ إن شاء الله عندها مواصفات الشخصية الإسلامية الحقيقية بكل أبعادها يعني عندما تريد أن تقول أريد مسلم أريد مؤمن منتسب إلى مدرسة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم ما هي الموازين ما هي المواصفات ما هي القواعد حددها الإمام ماذا الباقت في هذه الوصية وهذا أمر مهم فإن وجدت فيه فهو المؤمن المراد الكذا الشيعي الموالي إلى آخره إذن شو الفايدة إذا قدرت إفهم القاعدة أولاً هاي مسألة والمسألة التانية إيس نفسي على هذه القاعدة هل أنا ضمن هذه المواصفات وإذا ما كنت ضمن هذه المواصفات كيف أسعى لأكون ماذا ضمن هذه المواصفات العالية والعظيمة التي طرحها الإمام طيب هذا نور وهذا ماذا وهذا ظلام وقد يكون الشيء الذي نريده الآن في الوصية وأراده الإمام المعنى الأصطلاح المعنى الأصطلاح هو استخدم في اللغة أيضاً يعني بالتعبيرات العربية قد نجد هذا التعبير وهو وضع الشيء في غير ماذا في غير موضوعه تعدياً يعني في قصد هو ماذا يعني مش بس وضع الشيء أنت قد تضع شيء في غير موضوعه يكون نوع من الظلم لكن الظلم الذي نهت عنه الروايات وخطير جداً هو التعدي الظلم المقصود بالضبط سأتكلم عن هذا الموضوع مثلاً لاحظوا تعبير بالمثل العربي من استرعى الذئب فقط ظلم ليش استرعى الذئب فقط ظلم لأنه وضع الذئب في مكان غير ماذا غير مكانه المناسب لا يوضع مكان الرائع بالضبط يعني أنت عم تحط الذئب اللي بيأكل ماذا الذي يأكل الغنم هذا بالمعنى اللغوي بالمعنى الاستراحة البدنية نحن بقلب نفهمه برواياتنا هو التصرف في حق الغير بغير حق هذا التعريف اللي معروف بالظلم أو خلينا نقول وضع الشيء ماذا في غير موضعه والتصرف في حق الغير ومجاوزة الحد بس سواء الحد الذي يرسمه العقلاء الحد الذي يرسمه العرف وخصوصا الحد الذي يرسمه ماذا الشارع المقدس الشارع المقدس عندما يرسم حدود تجاوز هذه الحدود هو ماذا الظلم هو الظلم إذن الظلم بالمفهوم يعني خلينا نطلع بالفكرة حتى نطبقها على الآيات ونفهمها من خلال القرآن الكريم وروايات أهل البيت الظلم تجاوز الحد يعني عندما تقول ظلم تجاوز حد هذا شو بيعني؟ هذا بيقودنا إلى مفهوم مسبق أنه الإنسان موجود ضمن حيز يعني بمعنى آخر عين لهذا الحيز حدود نعم يعني فيه نوع من ماذا؟ من الحدود الظلم متى يستخدم؟ عندما تتجاوز ماذا؟ هذه الحدود يعني تجاوز الحد خلينا نسميه ماذا؟ خلينا نسميه شو؟ نسميه ظلم يعني عرفا الظلم خلينا نسميه تعدي على حقوق الآخرين لأن الحق الآخر هو حد بينه وبينه صحيح فاعتداء على الحق الآخر هو ماذا؟ هو الظلم هو تجاوز للحد الذي وضع عليه فصار عندي شيء مفهوم اسمه ماذا؟ اسمه الظلم فإذن أنا بفترض كإنسان مؤمن كإنسان عاقل كإنسان موجود في هذا المجتمع أنه فيه شيء اسمه ماذا؟ فيه شيء اسمه حدود أمامي هذه الحدود ممنوع ماذا؟ تجاوز ممنوع رعاية حدود الآخرين عدل وتجاوز حقوق الآخرين وحدود الآخرين ظلمون هذا بالمفهوم العام فإذن العدل يقع في مقابل ماذا؟ في مقابل الظلم فإذن عندما تقول لي شو يعني عدل يقل لك مراعاة الحقوق كمفهوم بسيط والظلم ما هو؟ الاعتداء ماذا؟ على حقوق الآخرين إذن عم أفترض أني معتقد بحقوق الآخرين يعني مولانا إذا أنا معتقد بحقوق الآخرين أصلاً معنى الظلم ما يشعر فيه نعم ينتفي بانتفاء الموضوع يعني أنت أصلاً ما معترف بماذا؟ بحقوق الآخر فإذن عندي حقوق للآخر انتهاك هذا الحق هو ماذا؟ هو الظلم لاحظوا التعبير القرآني بسورة البقرة أي 129 الله عز وجل عدد لي أمور مسائل حطل لي حدود مثل ما بنقول ثم قال تلك حدود الله فلا تعددوها يعني هذه الحدود رسمنا لكم ياها الاعتداء على هذه الحدود هو ماذا؟ هو الظلم هو الظلم يعني في عندي حدود عين الله حدد الله سبحانه وتعالى من يتخطى هذه الحدود فهو الظالم حتى الله سبحانه وتعالى وضع نفسه مقابل الآخرين وشو قال لهم؟ قال لهم ما تعتدوا على حق فذلك ظلم فإن الشرك ماذا؟ ظلم يعني حسب التعبير الروائي والآية الكريمة في سورة رقمان إن الشرك ماذا؟ لظلم عظيم شرك بحق من؟ بحق الله عز وجل فالله المطلق الله الذي لا حدود له وضع نفسه في ماذا؟ في حد ما ليقول الاعتداء هنا وتجاوز هذا بالشرك هو ظلم لله عز وجل وهذا من أنواع ظلمة إن شاء الله سنقف عندها فعندما أجعل الهوى هو المعبود نعم فقد ماذا؟ فقد ظلمت عندما أجعل لله شريك فقد ماذا؟ فقد ظلمت أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فإذا بالفكرة بالفكرة لما عم نشوف القرآن عم نشوف حدود طلب مني ما أتجاوز نعم الله عز وجل وضع نفسه المقدسة بهذا الشكل إذن الظلم له مراتب إن شاء الله نحن نتوقف عند هذا البحث وأعظم ظلم هو الذي يقع على الله سبحانه وتعالى نعم لأنه لا شيء أعظم من الله لأنه لا شيء أعظم من هذا الطرف طبيعي فإذن ظلمه سيكون أعظم ماذا؟ أعظم أنواع الظلم لكن اسمحوا لي بهذا الوقت المتبقي نعم أن أسأل ماذا أراد الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم بغض النظر أن الإخوة الآن لم يستمعوا مننا أقصام الظلم وأنواع الظلم وهذه التفاصيل بس باختصار ماذا أراد عندما قال لجابر أنه إذا ظلمت لا تظلم طيب إذا أنت تمارس عليك الظلم الظلم طيب مطلوب منك شو؟ لا تظلم صحيح؟ هذا النهي عن شو؟ يعني بعبارة أوضح خليني يكون واضح أكثر يعني عم ينهى عن الظلم البديهي يعني الظلم اللي هو ترفضه الطبيعة البشرية الظلم الذي يمجه العقل ما بيقبل الناس يعني الإمام عم يقول له ما تظلم هذا النوع ولا في شي تاني بده يا الإمام من هذه الوصية وهذا يرسم لي مفتاح الوصية الآن نعم بهذه الجملة وبالجمل التي ستأتي يعني هاي العبارة المقدسة من الإمام إذا ظلمت فلا تظلم فلا تظلم وأنخانوك فلا تخن وا 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 ماذا يريد الإمام بهذه النصيحة؟ الإمام بده يقول وهذا مهم جدا أنه بعيدا بعيدا عن الدوافع التي قد تتولد لدى الظالمين العاديين يعني ممكن قد تطرأ على الإنسان في بعض الظروف الاجتماعية بتحفزه ليكون عنده دافع شو؟ مضاعف للظلم نعم عندما يمارس عليك الظلم داخلك شو هيصير؟ بك تسترد حقك في حالة من ردة الفعل بك بردة الفعل قد تكون ظلم للآخر نعم طبعا أنت ما بيجوز لك تدفع الظلم بماذا؟ بالظلم تدفع المعصية بماذا؟ أنت يجوز لك أن تسترد حقك استرداد الحقسة تحدث عنه تفصيلا وأما تأهل البيت تحدثوا عن نصرة المظلوم وهذا بالمنظومة صحيح لكن أنت ما أقفك الآن من أنت ظلمت أن تظلم؟ نعم خطأ أن تظلم؟ طيب هيدا شو بيعمل بالنفس؟ بيعمل دافع بيعمل نوع من الدوافع للظلم قال له انتبه وربي هذه الدوافع سنقف عند هذا البحث تفصيلا تربية الدوافع في علم النفس الإسلامي الوازع الذي يمكن أن يدفع الإنسان نحو أمور هي خاطئة قال أنت قاعد ما أحد أعمل لك مشكلة ما عندك هذا الدافع لكن عندما يحصل هذا الدافع كان ما هو رب فيك هذا بالضبط فإذا كأن الإمام بدي يقول المطلوب منه تربية هذه الدوافع التفت لهذا الموضوع الإنسان قد يدفع إلى الظلم من خلال شو؟ من خلال ممارسة الآخرين نعم نحن ما عم نقول ممارسة الآخرين صحيحة ممارسة الآخرين خاطئة لا ممارسة الآخرين ظلم في محله ظلم ظلم مدال ولا بد من مواجهته بطرق مشروعة بس أنت لا تظلم أضبط هذه الدوافع هو ما عم بيقول له ما توقع الظلم بالخارج ولا الظلم بالخارج أصلا ما بده الإمام يوقعه يعني أصلا مسألة بديهية وواضحة عم بيقول له التفت إلى هذه الدوافع ولعلنا نوفق لطرح هذه المسألة التي هي من أهم مسائل علم النفس ولو باختصار طبعا علم النفس الإسلامي وهو كيف أربي الدوافع فعندي شيء اسمه تربية الميول الدوافع كل هذه الأمور فإن الإمام أراد بعدم الظلم هذا المعنى أمير المؤمن صلى الله عليه وسلم عليه في المعركة عندما أراد أن يقتل ذلك اللعين في تلك المعركة لكنه قام ومشى وتحرك ثم عاد قال ما أردت أن أقتله غضبا وإنما أردت أن أقتله لوجه الله سبحانه وتعالى ما أراد أن تدخل هذه النوازع وإن شاء الله كما أشرت المعركة عندها طبعا هناك تعبير للإمام وأن كذبت فلا تغضب بهذه العبارة أنه كذبت وأنت تنصح الآخر فلا تغضب لأن الغضب قد يوقعك في مسائل معينة إن شاء الله نتوقف عند هذا الموضوع بس بهمني أني فهم فكرة الظلم هنا أن الإمام ينهى عن هذه الدوافع التي قد تكون في نفسي فلألتفت ولا أمارس الظلم على الآخرين على مستوى الدافع ليس على مستوى وقوع الظلم في الخارج جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ وصلنا وإياكم إلى ختام شكرا لكم هذا الحضور الطيب أستاذنا الفاضل وحبيبنا وعزيزنا حقيقة تشرفون البرنامج وتضفون عليه لونا من المودة والمحبة وإن شاء الله تكون كل هذه الموازين هي في معيار محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله وسلم وعليهم أجمعين شكرا لكم هذا الحضور مشاهدين الكرام وأنتم أيضا شكرا لكم لأنكم بقيتم معنا تابعتمونا خلال حلقتنا هذه نلتقي معكم إن شاء الله للكلام تتم ولكن في حلقات أخرى هذا الموضوع هام جدا وصائع المعصومين صلى الله وسلم وعليهم وما زلنا نتكلم في هذه الحلقة وما سيلي من الحلقات إن شاء الله عن وصية الإمام الباقر صلى الله وسلم وعليه لجابر بن يزيد الجعفي حتى ذلك الحين أستودعكم الله وأترككم في رعايته في أمام الله